دكتورة في بعض الناس بيقول مثلا أنا ممكن النام ساعتين ثلاث ساعات وأقوم أقدر أكمل اليوم عادي جدا ده تأثيره إيه على الشخص ده على المدى البعيد؟ هو ممكن الشخصية دي يبقى عندها دافع أو هدف فمخليه لا قادر بس خليني مع الوقت أنه مع الوقت تبقى لحالته بقى الصحية شهر اتنين سنة لا طبعا ممكن يعمله ضعف وانهيار في كتير من وظيفه الحيوية تبص تلاقيه بيمرض هو مش عارف بيمرض ليه تلاقيه دايما مود ومش مزبوط هو مش عارف بيمرض ومش مزبوط ليه تلاقيه يعني قدرته العقلية على الصواب الصواب هنا في التصرفات الصواب في الردود الفاعل الصواب في كل حاجة مش مزبوطة استخيالي لو حد مش نايمه بيسوق عربية هياخد مكيفات شوية طب وبعدين هيجيل الوقت وهيستسلم هيستسلم هبص تلاقيه خلاص مش قادر بيسوق عربية هنا كناية عن أنه عايش حياته يعني بيسوق عربية هنا بيقود حياته هل قدرته على اتخاذ القرارات على التفكير على أنه يدي أقصى ما عنده في وظيفته أو في الإمكانيات اللي بيقدر يديها في مجال عمله هتبقى كاملة؟ لا مش هتبقى كاملة بدان مش قادر يفصل بطريقة جيدة طب إلى أي مدى قلة النوم أو الأرق ممكن يؤثر على التعامل كمان مع الناس السلوكيات نفسها في التعامل والعلاقات اجتماعية حد مهايبر دايما يعني هو مريحش مهايبر ولا مش قادر خالص لا لا هقولك هنا الهايبارة ممكن تكون الانسحابية أو الهايبارة أن أنا عمالة شطفة قدامي بكل طريق عصبي عصبي واتخليني أفقد علاقات اجتماعية في مجال شغلي أو في مجال قصرتي بطريقة كبيرة جدا وأنا ممكن أكون مش واخباري أن ده المفتاح السري في الكلام ده كله أن أنا مش بفصل أن أنا مش برية معتقد أن أنا بدم بروح شغلي الصبح بدم بشتغل وظيفتين طب لا وآخر النهار بصهر مع أصحابي للساعة 2-3 بالليل وكفاية ساعة 2-3 وكباية القهوة بتزبط كل حاجة وممارس حياتي بس أنا مهايبر في كل حاجة ابتدأ ينعكس على شكلي عنية مرهقة ووشي تعبان ووشي دايما حتى صحيا الشكل الجمالي الحيوية حتى من ناحية الشكلية ومن ناحية الوظيفية أنا مش قادر أقوم بما ينبغي أن يكون أن أنا أقوم به فطبعا لا بيأثر وما أعتقدش أن أنا قادر دلوقتي أن أنا تنيني قادر على طول وبيأثر على البيت كمان ما هو علاقاتي علاقاتي الاجتماعية أنا مش طيق ابني يكلمني مش طيق ابنتي يكلمني هم بصيني بصورة ده بقى مش بيحبنا ما هو كل واحد بيترجم الأكشن اللي قدامه وفقا لتصوره هو مش عارف أن بابا بيشتغل مش عارف أن بابا بيصهر مش عارف أن بابا ما بينامشي لكن هو ترجم أنه شقط فيه أنه ما بيحبنيش طب الزوجته أو الزوج يعني اللي اتنين شريك الحياة بيعملوا الطريقة دايما قصية دايما بيزع فيه إيه دا دا ما بقاش يحبني زي الأول دا ما بقاش مقدرني زي الأول هو مش عارف أنه هو هو شخصيا بي ينهار ترجمة نانسي قنقر